موسيقى نشرة أخباري الخامس أهلا بكم والبداية بالعنوين اتفاق على تقوية العلاقة الاقتصادية الثنائية وتطابق في وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية عديدة في ختام زيارة عمل وصداقة لرئيس جمهورية فينزويلا البوليفارية السيد نيكولاس مادورو إلى الجزائر أوامر بالحبسية المؤقت ورقبة القضائية ضد المتهمين بعدة جنح تسببت في إلحاق أضرار بالمواطنين والمؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين بعد رحلة للباخرة بجي مختار ثلاثة من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر بتاريخ الثاني جوان الفين واثنين وعشرين تخصيص مساحات معتبرة لإنتاج بذور الحبوب بمختلف أنواعها بتي بازا ومن المنيعة بدء عملية جني المحاصيل بالأراضي المستصلحة وسط توقعات بزيادة الإنتاج دولياً مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين تحذر من مخاطر هستيريا التطبيع وأزيد من عشرين منظمة حقوقية تدعو إلى مواجهة انتهاكات النظام المغربي للحقوق والحريات أهلاً بكم إلى تفاصيل بدايةً غادر رئيس جمهورية فينزويلا البوليفارية سيد نيكولاس مادورو صابحة اليوم الجزائر بعد زيارة عمل صداقة دامت يومين أجرى خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كان في توضيع الرئيس مادورو بمطار هواريبو مديان الدولي الوزير الأول سيد أيمان بن عبد الرحمن وأعضاء من الحكومة هذا وكان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قد خص أمس الرئيس الفنزويلي باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية أجرى بعده الرئيسان محادثات على انفراد توسعت بعد ذلك لتشمل وفدي البلدين زيارة العمل والصداقة التي أجرها رئيس جمهورية فينزويلا البوليفارية سيد نيكولاس مادورو إلى الجزائر ما يزهل اتفاق على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفنزويلا تطابق وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية إلهام عشير استقبال مميز ذلك الذي خص به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استقبال يحكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين كيف لا؟ والرئيسان عبد المجيد تبون ومادورو يؤكدان مجددا على المضي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتنوعه إلى مجالات ترقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين وأولى ثمارها فتح خط جوي بين الجزائر وكاركاس بقرار سيد من السيد رئيس الجمهورية زيارة مادورو إلى الجزائر أبانت عن توافق تام في وجهة النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية مع ضرورة إيجاد الحلول السياسية للأزمة في شقيقة ليبيا وخلال الزيارة أيضا يتجلى البعد التاريخي الذي يعد القاسم المشترك بين بلدين مشهود لهم بالمواقف التاريخية الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم استقبل اليوم وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال عمامرة بقصر قرطاج من قبل رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس عيد حيث سلامه رسالة خطية من أخيه سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأبلغه تحياته وتمنياته بدوام الاستقرار وإطراد النمو للشقيقة تونس مع تأكيد حرصه على مواصلة مسيرة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين ومن جانبه حمل سيادة الرئيس قيس عيد الوزير لعمامرة نقلة حياته الأخوية وتقديره العميق لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون وتطلعه لمواصلة العمل في ظل ثقة تامة المتبادلة بينهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية والأخوية إلى أسمى المصاف تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لرأي العام عن فتح تحقيق ابتدائيا في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكلف مصالح الضبطية القضائية بتاريخ الثاني جوان الفين واثنين وعشرين من أجل تحديد المسؤولين جزائيا بوقائع فساد أو فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار ثلاثة من ميناء مارسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ الثاني جوان الفين واثنين وعشرين والتي كان على متنها اثنان وسبعون مسافرا وخمسة وعشرون سيارة فقط رغم أنها تتسع لألف وثمانمائة مسافر وأكثر من ستمائة سيارة بالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل للرحلة حيث تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين إيكاف المدير العام للمؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين إيكاف رئيس قسم التسويق والشحن رئيس محطة التوقف بالمؤسسة باكاف المدير التجاري للمؤسسة ذاتها شين نائي نائب المدير العام للشركة لام فرئيس خلية تطوير أنظمة الإعلام الألية المتعلقة بالحجوزات فميم رئيس الإدارة العامة لشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا حا ألف رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ التاسع جوان 2022 حيث تم متابعة المتهمين المنوه عنهم أعلى كل من يكشف عن التحقيق من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو بخرق القوانين وتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عدم تصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي تحقيق أوامر بوضع المتهمين إي كاف إي كاف وبا كاف رهن الحبس المؤقت والأمر بإخضاع المتهمين شين ألف أو شين إي ولام فى لالتزامات الرقابة القضائية أمر وكيل والجمهورية لدى محكمة الوادي بفتح تحقيق ابتدائي خلص إلى توقيف أربعة أشخاص مجتبه فيهم وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة تعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص وإساءة استغلال الوظيفة وتحريد المواطني الموظفين على استغلال النفوذ وإساءة الاستغلال للوظيفة وذلك إثرى بلاغ مقدم من طرف المسمى فانون رئيس مركز الامتحان ببلدية سطيل إلى مصالح ضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير مفاده قيام المسمى عين عين نائب بالمجلس الشعبي الوطني بإرسال له ظرف أو ظرف محمول من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة بألف تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 لابنته المترشحة بالمركز ذاته وبعد سماع المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أوامر بإداع المتهمين عين عين وبألف رهن الحبس المؤقت وأمر بوضع المتهمين قاف كاف وميم صاد تحت نظام رقبة القضائية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أمسي من ولاية البويرة على أهمية دور الإمام كمصلح في تقوية صفوف المجتمع مضيفا خلال حفل تخرج الدفعة الرابعة للأئمة المدرسين من المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة شؤون الدينية أن الجزائر أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من الطلاب الأجانب خاصة من آسيا وإفريقيا ومن دول عربية أخرى في هذا المحهد هناك خصوصية وهي تخرج خمسة من أبنائنا الطلبة أصبحوا الآن أئمة في دولة نيجر الشقيقة وهذا ما يدل على عمل الجزائر مع دول جوار خاصة دول الساحل الإفريقي وسندعم إن شاء الله هذه الآلية آلية التكوين إما بإفاد طلبة أو بمجيء طلبة إلى بلادنا في معاهد جديدة مثل محهد عين ماضي محهد سيد أحمد التجاني الذي دشنا هذه السنة وهي السنة التكوينية بامتياز وستكون مفتوحة إن شاء الله لكل أبنائنا والطلبة التجانيين الذين يزوروننا من سينيغال ومن غيرها من دول إفريقيا بعد قرار الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة صداقة وحسن الشوار والتعاون مع مملكة إسبانيا تبرز مواقف الجزائر الثابتة حول القضايا تحرورية العادلة وتبرز معها المواقف المتحولة المنافية للالتزامة الدولية والأخلاقية الموقف الجزائري تصدر عنوين الصحف الإسبانية التي حملت حكومة سانشياز مسؤولية تظهر العلاقات مع الجزائر وكذا الإساءة إلى سمعة إسبانيا على الصعيد الدولي أحمد خيرتي لم تتردد الصحفة الإسبانية في صب جم غضبها على رئيس الوزراء بيدرو سانشياز وحكومته بعد قرار الجزائر تعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ الثامن من أكتوبر عام 2002 مع مملكة إسبانيا والتي كانت تؤطر إلى تطوير العلاقات بين البلدين هذا القرار سبقه استدعاء السفير الجزائري بإسبانيا في التاسع عشر من مارس الماضي كرد على موقف الحكومة الإسبانية المناف لشرعية الدولية والذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة قاطبة حسب الصحافة الإسبانية العنوين العريضة للصحافة الإسبانية حملت رئيس الوزراء الإسباني وحكومته المسئولية الكاملة في تدهور العلاقات مع الجزائر الصحافة الإسبانية قالت بأن هذه الخطوة تعد سابقة ستسيء إلى سمعة إسبانيا على الصعيد الدولي كما أكدت أن العواقب ستكون وخيمة على الاقتصاد الإسباني لم تتوقف العنوين الصحفية عند هذا الحد بل تعدت إلى حد وصف ما يحدث في السياسة الخارجية الإسبانية بوصمة العار في تاريخ المملكة الدبلوماسي وعلى ضوء المعطيات الأخيرة يؤكد مراقبون أن حكومة سانشاز باتت على مرمى نيران الساسة والصحافة والشعب الإسباني الرافض كل الرفض لسياسة الكيل بميكيالين فاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا العادلة في العالم الطبقة السياسية والنخبوية في إسبانيا اعتبرت أن قرار الجزائر محاصلة لارتجال حكومة سانشاز في تذبذب سياسي ودبلوماسي غير مسبوق لضر بالأمن القومي والاقتصادي الإسباني ولد صاري قرار التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مملكة إسبانيا الذي قامت به الجزائر كان له سدى كبيرا لدى التشكيلات والأحزاب السياسية عبر مختلف المقاطعات بهسبانيا فقد عبر نواب من حزب الشعب الإسباني عن رفضهم لقرار رئيس الوزراء الإسباني وطلبوه بالعدود عن القرار والإسراء في إصلاح العلاقات مع الشريك الجزائري حزبي بوديموس وحزب فوكس طالب الحكومة لتصحيح الوضع واعتبرت الأمر ضرفي كما أكدت أن تضرر العلاقات قد يمس بالأمن القومي والاقتصاد الإسباني الحكومة بالطبع لديها قلق وتحاول إعادة توجيه الوضع وإعادة العلاقات مع حليف أساسي مثل الجزائر لذلك أدعو الحكومة لإعادة العلاقات الدبلوماسية فورا مع الجزائر خاصة مع الأوضاع التي يعيشها العالم الجزائر بلد مهم جدا لإسبانيا وعلاقتنا جد تاريخية العلاقات مع الجزائر جد مهمة ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز مسؤول عن تدهور العلاقات مع الجزائر وتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار إن هذه الخطوة تعد سابقة ستسيء إلى سمعة إسبانيا على الصعيد الدولي وستكون عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسباني وما يحدث في السياسة الخارجية الإسبانية يعد وصم تعار في تاريخ المملكة الدبلوماسي وزراء في الحكومة ونخب سياسية عبروا كذلك عن استيائهم من تصريحات رئيس الحكومة والحزب الحاكم حزب العمال الاشتراكي الحكمة الدبلوماسية مهمة جدا في هذه الأثناء ويجب على موقف الحكومة الإسبانية أن يتغير والحكمة هي ضمان استعادة العلاقات الدبلوماسية نتمنى أن لا يدوم التعليق كثيرا وندعو أن نكرر على ضرورة إعادة تلك العلاقات مع الجزائر خاصة في مجال الطاقة والجزائر شريك مهم لنا الجزائر بلد صديق والتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بيدرو سانتشيز أثرت كثيرا على العلاقات وستؤثر مستقبلا على العلاقات الاقتصادية وخاصة الغاز وعدد المجالات الأخرى وأفضل شيء اليوم هو أن يبتعد رئيس الحكومة سانتشيز عن السياسة وامتهان أشياء أخرى أحسن تتواصل ردود الفعل من مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية مطالبة للحكومة بالعودة إلى الشرعية الدولية والابتعاد عن القرارات الغير قانونية اتجاه القضايا العادلة والتي هي ضمن صلاحية هيئة الأمم المتحدة قبل انطلاق امتحانات شهادة الباكالوريا تتكثف تحذيرات المتراشحين لاجتياز هذا الامتحان المصري تتجدد معها الأمال والحلم باقتطاع تذكرة الدخول إلى الجامعة أجواء تحذيرات لهذا الامتحان نتابعها عن كثب في بيت أحد المتراشحين من خلال هذا البرتري لدنيا نوالي هو واحد من طلبة النهائي دناي عبد الله ابن ولاية بشار يشك على اجتياز امتحان جهادة الباكالوريا هذا الامتحان المصري الذي يتطلب الاستعداد له منذ بداية السنة كمت الجزء الكابين مراجعة باقي لغشوية مراجعة تفحيفة أنا نوضى كسمه الصباح بكري الراجع ونحفظ شوية مواد الأدبية وما بالنسبة للتوتر فالباك جي نورمال هذا الشبل من ذاك الأسد حيث يحظى عبد الله بمرافقة أبيه في المراجعة خاصة في المواد العلمية الأساسية التي يحتاجها الحمد لله الأبتاعي أرى هم موفر لي كل الاحتياجات وخطرتي قرريني المواد العلمية إذا لم أكن فاهمك أي شيء وأيضاً أرى مقدم لهذا اليوم الدعم المعناوي الجانب المعناوي هو اللي يمثل يمثل الجانب الأكبر فينا داري أنا شخصياً أن الجانب المعناوي للتلميذ هو من الطرف الأولياء هو اللي يمثل الجانب الأكبر لماذا؟ لأن الجانب المعناوي عندما يدخل التلميذ بأضيحية في الامتحان بتاع البكاردية سيكون بإذن الله موفق للأسرة والجو العائلي دور فعال في مساعدة الممتحنين على تجاوز السعاب حيث تبقى نفسية الطلبة وتوفير الجو الملائم كل ما يحتاجونه في لحياً ومع انطلاق موسم الحصاد والدرس تم بولاية تيبازا تخصيص مساحات معتبرة لإنتاج بذور الحبوب بمختلف أنواعها أمام تفاؤل بتجاوز الانتاج سقفة وقعات إبراهيم خضراوي أحد عشر ألف هكتار هي المساحة المخصصة للحبوب بولاية تيبازا منتوج وافير يتوقع هذه السنة والذي سيساهم في الرفع من المخزون الوطني نحن إن شاء الله سنرى عام وافير والفلاحين في الحقيقة رمفرحانين زادوا لهم في السعر وهذه الفايدة كبيرة الفلاح تمزيد لوقت تمزيد عندنا كمم ينافر دو ميل اكتار دو ميل سيسسون اكتار الفين وستمائة اكتار متخصة لتربية البذور من بينها الكاتفاليتي دو سيريال اللي هما القمح الصلب القمح الليين الشعير والخرطان عملية الحصاد والدرس التي انطلقت بالولاية وفرت لها الإمكانيات من عتاد تقني وآلات الحصاد لتوجه بعدها المحاصيل إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بالبليدة هذا الام هذا كان محصول مليح بالمساهمة والمرافقة تقني المصالح تقنية مش توصلنا لهذه النتجة هذه اللي راكم تشوف فيها الحمد لله يا ربي إمكانيات وحتاد ووسائل ميكانيكية متواجدة وكذلك المورد البشري عمال وإطارات رام صهرين على هذه الحملية وإن شاء الله تم بخير نجاح هذا الموسم سيعطي دفعا للفلاحين لتنويع وتوسيع المحاصيل التي ستساهم في رفع المخزون فبدء عملية جني المحاصيل بالأراضي المستصلحة سيرفع من سقف التوقعات عن مستويات الإنتاج العين من ولاية المنيعة التي سعى شبابها إلى رفع التحدي من خلال استحداث وحدات لمعالجة البذور وتنقيتها التفاصيل مع خالد بن جرين بعد مصار فلاحي متواصل لشهور ها هي حقول القمح بولاية المنيعة وقد استوت على جودها وحان وقت الحصاد السيد فاضل أحد المستثمرين الشباب الذين رفعوا التحدي هذا الموسم يتوقع كغيره من المستثمرين في زراعة الحبوب أن يكون المنتوج وفيرا عدنا خمسمائة كطار عدنا دورك عامين وإننا بدينا عملي فات قمنا بالزرع مية وخمسين كطار والسنة زدنا فانيك مية وخمسين آنا ثلاثمائة كطار وديني خمسين كطار فانيك شعير وثلاثمائة كطار قمح ونزيد ونكملوه وقع البرنامج تاع الأرض هذا برنامج أرض نكملناه ويزيدونا توسعة باش نكمله إن شاء الله قطعة الأرض تحصلنا عليها في إطار الإستصلاح ومساحة تاحة خمسمائة كطار قابل التوسعة فيها خمسمائة كطار وبدأنا عدنا تس عشور مية بدينا خدمة كنا نخدمه في المرحلة البداية تروازي كيب ليل ونهار باش قدرنا نلحقه نوجده لفوراج باش نقدر نديره ستالي بيبو كما على خطرها المصالح المعنية بولاية المنع تحضرت هذا الموسم بتوفير ثلاث نقاط تجميع للمحصول ووسائل نقل هامة بالإضافة لاستحداث وحدتين لمعالجة وتنقية البذور تعاونيات الحبوب والبقول الجافة هذا الموسم فتحت ثلاث نقاط للتجميع كذلك الديوان الوطني للحبوب سخر أسطول كامل من الشاحنات لنقل المنتوج سواء بالنسبة للبذور التي تنقل إلى عدة تعاونيات كمية كبيرة 200 ألف طن تم تخسخير لحد الآن أكثر من 80 شاحنات نحن نعمل وعيين بالأهمية التي توليها السلطات العلية للبلاد بالنسبة لولاية المنع التي رأيها معروفة بأنها قطب فلاحي بامتياز ويعول عليها بسهم في تأمين الغذاء للزائريين بخطا ثابتة تتقدم ولاية المنع لتصبح قطبا رائدا في إنتاج الحبوب وعين على تغطية الطلب وطنيا وتحقيق الاكتفاء تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في عمليتين متفرقتين خلال هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات تنشطان على مستوى إقليم الجزائر العاصمة العملية الأولى تم تحت إشراف السيد وكيليا الجمهورية لدى محكمة الشراغة وأسفرت عن توقيف أربعة أشخاص مشتبهين فيهم مع حجز كمية من الكوكايين تقدر بكيلو جرامين ومائتين وخمسين جراما ومائة وواحد وستين قرصا مهلوسا ومهلوسا مهلوسا أقول من نوع البريغا بالين مع حجز ثلاث مركبات سياحية ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل المخدرات العملية الثانية تم تحت إشراف السيد وكيليا الجمهورية لدى محكمة الحراش حيث تم توقيف مشتبه فيه واحد حجز واحد وعشرين كيلو جراما ومائتين وخمسين جراما من الكيف المعالج تم إداع المشتبه فيهم في القضيتين رهن الحبس المؤقت في النشاط الحزبي ثمن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الجهوي للمنتخبين بولاية بسكرة ثمن المجهودات المبدولة من أجل الحفاظ على المنتوج الوطني داعيا إلى ضرورة توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه وتعزيز نسيج صناعي الوطني من أجل النهوض بالاقتصاد والآن إلى موعد الأخبار الدولية في تقديمها جاويدة بادر إليك جاويدة شكرا لك بادر الدين أهلا بكم مشاهدين إلى موعد الأخبار الدولية نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أكد رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي أن القضية الوطنية ورغم المحاولات المحمومة لدولة الاحتلال المغربي تحافظ على طبيعتها القانونية الدولية بإصرار الشعب الصحراوي على انتزاع حقوقه المشروعة وأشار غالي في كلمة ألقاها في الذكرى السادسة والأربعين ليوم الشهداء أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري لا شرعي مشددا على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في تصفية الاستعمار وحماية الصحراويين العزل وهناك واقع وتوجه جديدان يضيف الرئيس الصحراوي يفرضان ضرورة الرد على التصعيد المغربي الخطير بكل ما يتطلبه الأمر من استعداد واستنفار على جميع الجبهات وفي مقدمتها دعم قدرات جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتطوير أساليب المقاومة في الأراضي الصحراوية المحتلة إلى ذلك أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوي ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجناف تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين ضمن مجموعتين أكاديم إيزيك ورفاق الشهيد الولي بالمغرب مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين والتي تضم عدة هيئات مناهضة للتطبيع أكدت أن هستيريا التطبيع التي تعددت مظاهرها بنظام المخزن قد أخرجت مقاليد الأمور عن سقف التطبيع الكلاسيكي وأصبحت تسير بسرعة جنونية نحو تخريب المغرب ملكة سحقي والمزيد هستيريا التطبيع التي تعددت مظاهرها بالمملكة المغربية تعددت كل الخطوط الحمراء هو ما أكدته مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين والتي كشفت أن مقاليد الأمور في البلاد خرجت عن سقف التطبيع الكلاسيكي وأصبحت تسير بسرعة جنونية نحو تخريب المملكة من التطبيع إلى الصهينة هو تفريط في السيادة الوطنية تؤكد مجموعة العمل المغربية التي اعتبرته إيذانا بضياع الوطن أجندة صهينة المغرب التي تتغلغل في أكثر من صعيد تضع المغاربة الأوفياء لقيامهم الوطنية أمام حيرة وتساؤل يلفه الغضب عن مستقبل البلاد سلسلة حلقات هذا التغلغل بادية في كل اتجاه وما الاحتفاء الاستفزازي بافتتاح قناة صهيونية بشال الأثرية إلا بداية للصهينة ومحول ذاكرة الرابطة المغربية الفلسطينية وتزداد العربدة الصهيونية من خلال جولات المسؤولين الصهاينة بالرباط وترويجهم للقصص الإعلامية والدعائية ما هو إلا إمعان في إهانة الشعور الوطني العام للمغاربة الإنحطاط في المغرب وصل إلى أقصى مستويات الخزي هكذا وصفته مجموعة العمل المغربية مستدلة بوقائع تهدد بدخول المملكة في مسار صهيانة الأجيال المقبلة بتهويد قطاع التربية ومؤسسات التعليم العالي وربط السيادة التربوية والتعليمية بعجلة كيان بني صهيون التعاون الاستخباري بين نظام المخزن والكيان العنصري في حماية المعلومات الشخصية ما هو إلا عبث شامل بالبلاد وتدخل سافر في خصوصية المواطن المغربي وهو ما حذرت منه مجموعة العمل المغربية الوقوف على أعتاب التطبيع التخريبي المتعدد الأبعاد والاندفاع في تبيض وجه كيان إجرامي مارق ما هو إلا تفريط في السيادة الوطنية المنظمات الحقوقية المغربية والشخصيات الوازنة والتي تتعدى العشرين منظمة أجمعت كلها على الانخراط في النضال لمقاومة انتهاكات السلطة والهجوم الكاسح على المكتسبات الحقوقية للمغاربة ووضع حد لهستيريا التطبيع هذا ووجه الجمهوريون المغاربة بالخارج نداء لاحتجاجات مطالبة بإسقاط النظام بتوجه أبناء الشعب المغربي بالمهجر إلى القنصليات والصفارات المغربية بأوروبا وشرق آسيا والأمريكيتين يوم السابع عشر جوليا القادم لتنظيم وقفات احتجاجية أمامها مطالبين بإسقاط النظام العلوي الخائن وبإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون الذل والعار وبمحاسبة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الشعب المغربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني في مواجهات مع الجيش الصهيوني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مواجهات بقرية النبي صالح شمال غرب رامالله في الضفة الغربية المحتلة بالولايات المتحدة الأمريكية أدى انفجار أكبر محطة لتسييل الغاز الطبيعي فري بورت إلى توقف المحطة عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع مما ينعكس على أسواق الطاقة العالمية باعتباره أكبر مركز لإمداد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنسبة تصل سبعين من المئة وممول لإسبانيا بنسبة ثلاثة وأربعين من المئة في الاقتصاد السياسي رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الضريبة على المنتجات الصينية الموجهة للتصدير نحو أمريكا وهو ما اعتبرته الصين انتصارا للاقتصاد العالمي كما افتتح اليوم أول جسر سريع بين روسيا والصين فوق نهر آمار ما سيزيد من حجم حركة التبادل لتصل إلى مليون طن من البضائع سنويا في إسبانيا تسبب حريق غابة في إجلاء حوالي ثلاثة ألاف شخص بالقرب من منتجعي مريبيا وإستيبونا على الساحل الجنوبي لإسبانيا فيما أصيب رجال الإطفاء بحروق خلال عملية الإجلاء بينما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة ونقلهم إلى المستشفى ويكافح نحو خمسمائة رجل إطفاء النيران التي لا تزال مشتعلة بدعم من عدة طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة بهذا الخبار نصل إلى ختام أخبارنا الدولية لنهار اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة عودة إليكم بدر شكرا جزيلا جودا على كل هذه التفاصيل الدولية ونختم النشر بزيارة إلى المتحف الجديد بالحضيرة الوطنية للأهجار بعين صالح حضرات متعاقبة على منطقة تيد كيلت يقصها علينا بعبق من التاريخ البعيد أحمد برماكي المتاحف على أرض الواقع بطاقة هوية ترجع بالإنسان إلى محطات سابقة سكنوها القدماء وخلفوا من ورائهم تراثا ماديا واللمادي يروى للأجيال المتعاقبة عين صالح حضرات متراكمة على أرض تيد كيلت تلمل مؤثارها هذه المرة بهذا المتحف الجديد الذي تعززت به الحضيرة الوطنية للأهجار بعين صالح مبارك لمدينة عين صالح وولاية عين صالح بالأخص هذا المتحف العظيم هذا المتحف الذي يحفظ تراث المادي والذي يعرف من خلال هذه الأطراحات وهذه الرسومات وهذه المعالم التاريخية والأسارية كثيرة هي المستحثات الناطقات التي يكتنفها هذا المتحف والتي بدورها تحتاج من البحث والغوص في هذه المنطقة الكبيرة كبار تاريخها وجغرافيتها هذا المتحف الذي يضم مجموعة من الآثار سواء مادي أو غير مادي فيه التراث الثقافي فيه التراث الجيولوجي التراث الطبيعي التراث ما قبل تاريخ كذلك التراث الإثنغرافي الذي تمتاز به منطقة عين صالح بهذه الولاية تراث أثري مهم جدا وهذا المتحف يمثل جيدا هذا الموروث تجميع الموروث بتدكيلت مهمة بدأ بها المتحف الجديد بعين صالح والحفاظ عليها شق آخر من هذه المهمة كنقلها للأحفاد وتكريس حب الانتماء إليها لضمان الاستمرار في هذا العالم المتقلب الآن إلى تذكري بأبرز مجأة في النشر اتفاق على تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطابق في وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية عديدة في ختام زيارة عمل وصداقة لرئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية السيد نيكولاس مادورو إلى الجزائع أوامروا بالحبس المؤقت ورقبة القضائية ضد المتهمين بعدة جنح تسببت في إلحاق أضرار بالمواطنين والمؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين بعد رحلة للباخرة باج مختار ثلاثة من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر بتاريخ الثاني جوان الفين واثنين وعشرين تابعنا في النشر تخصيص مساحات معتبرة لإنتاج بذور الحبوب بمختلف أنواعها باتفازة ومن المنيعة بدء عملية جني للمحاصيل بالأراضي المستصلحة وسط توقعات بزيادة الإنتاج دولياً مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين تحذر من مخاطر هستيريا تطبيع وأزيد من عشرين منظمة حقوقية تدعو إلى مواجهة انتهاكات النظام المغربي للحقوق والحريات ختم نشر في أمانيلا اشتركوا في القناة